بالنسبة لأهلنا بقى أصحاب المعاشات أولا موضوع نهاية الخدمة اللي الناس كلها بتتكلم فيها مكافئة نهاية الخدمة آه بالزبط ودي المشكلة كانت الكبرى إحنا لما جينا كهيئة في 2017 لقينا ما فيش صندوق نهاية خدمة ولا فيش اشتراكات والناس كلها معتقدة اللي هي كانت بتدفع الاشتراكات دي صندوق قريدي موجود وهي بتتعامل على هذا الأساس لأ طلع الكلام مش مصح وهو التضح اللي هم كانوا يدفعوا الاشتراكات دي بتاعت المعاشات التأمينات والمعاشات ده شيء وده شيء آخر طب لما جينا اتكلمنا انتوا كنتوا بتصرفه كالتحاد زعو التلفزيون في السابق منين؟ من مخصص الدولة آه يعني الدولة تبعت له مخصص هو بيطلع منه بالزبط مش من السندوق لا مش المعاشات مكافئة نهاية الخدمة المعاش ده موضوع تاني المعاش ده موضوع تاني مكافئة نهاية الخدمة المكافئة بتاعت نهاية الخدمة دي ده مبلغ طبعا شيء كبير من الزغاية صحيح يعني احنا نقترب دلوقتي من 17 مليون جنيه شهري فاحنا بنتكلم على عدد خارج وعدد موجود يعني فيه حاجات كتير بس احنا هنا عايزين نفهم العاملين الموضوع ايه بالزبط طيب لما جينا فيه 2017 لقينا فيه مكتوب قرار صادر من وزير المالية في 2014 ممنوع التعامل بمخصصات الدولة في السنديق الخاصة ده وقفنا على طول فما تقدرش انت من المخصص الدولة تعمل مكافئة نهاية الخدمة وكان رؤساء القطاعات حين ذاك راحوا نيابة الاموال بالتهمة دي اللي هم بيدفعوا من مخصصات الدولة لان ده فلوس دولة بالزبط طب الحل ايه ساعتها الحل مفيش سندوق مفيش اشتراكات وفيه عدد من العاملين كتير متراكم بقاله ثلاث سنين وده بيحتاج نهاية الخدمة بتاعته عشان تعينه على تكملة حياته وبعد الخدمة اللي هو قططها في مسكين وحقه ده إكراما ليه طيب دي قد ايه 150 شهر لكل شخص بيخرج على اختلاف طبعا الأساسي اللي بيتعمل بيه الدرجة بتاعته طب احنا هنعمل ايه لما جينا عملنا الدراسة الاكتوارية ووصل اللي احنا محتاجين نحط في الصندوق اون سبوت اتنين بوينت ستة مليار جنيه انت كان لازم تبدأ الصندوق أصلا باتنين بوينت ستة فمتخيلة المبلغ ده كبير قد ايه كبير جدا طب انت هتعمل في ايه عشان تحافظ على الميزة اللي بياخدها اللي خارج المعاش طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا المهم حاولنا طبعا وزارة المالية بتعمل لنا اتحات على قد ما بتقدر بندبر من موارد الهيئة أو هكذا تخطينا غاية شهر 11 2018 فإذا ان السادة أصحاب المعاشات لحد شهر 11 2018 بالزبط أخدوا مكافئة نهاية الخطة بالزبط